السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح نعمل جولة على أهم المعلومات ورح نبدأ الآن بالقانون الذي صادقت عليه الحكومة الألمانية لتخفيف العبء عن المستأجرين فيما يتعلق بغاز ثاني ووسيد الكربون في التفاصيل طبعا ما رح أدخل بالتفاصيل المعقدة رح حاول أشرح لكم الموضوع بشكل بسيط الحكومة الألمانية الآن اتخذت قرار وأصدرت قانون ينص على أن يتم تخفيف العبء في التكاليف عن انبعاث غاز ثاني ووسيد الكربون نعرف نحن أنه في ألمانيا منذ سنتين بدأ فرض ضريبة غاز ثاني ووسيد الكربون على المحروقات فمثلا على البنزين والديزل منعرف صار فيه يعني إضافة على أسعارهم لتعويض يعني انبعاث غاز ثاني ووسيد الكربون في العام الماضي كان سعر غاز ثاني ووسيد الكربون على الطن الواحد 25 يورو فيها السنة يرتفع إلى 30 يورو ومن المتوقع لسعر يرتفع في السنوات القادمة حتى عام 2025 إلى سعر الطن الواحد إلى 55 يورو طيب نحن مو بس عندنا انبعاث غاز ثاني ووسيد الكربون في المحروقات يعني بنزين وديزل وأيضا في التدفئة في المنازل التدفئة تعمل أيضا بشكل واسع على إما حرق المازوت يعني زيت الاحتراق وأيضا عندنا الغاز في الحالتين هذولي كمان بيصير في انبعاث لغاز ثاني ووسيد الكربون طيب هي الزيادة على أسعار غاز ثاني ووسيد الكربون من سيتحملوها لحد الآن كان المستأجر والآن الحكومة أصدرت قانون ينص على توزيع هالتكاليف وتحميل المؤجر صاحب البيت يعني أعباء أكبر وحسب طبعا درجة البيت يعني أو وضع البيت البيوت القديمة اللي فيها العزل سيء يعني مثلا شوبيك خشب قديمة العزل سيء فهي بتستهلك نستهلك فيها نحن المازوت أو الغاز يعني بكمية أكبر للتدفئة وبالتالي بصير في عنا انبعاث زائد في غاز ثاني ووسيد الكربون طيب هالتكاليف مين رح يتحملها؟ في هالحالة رح يتحملها بنسبة 90% في أقصى حد المؤجر صاحب البيت و10% فقط للمستأجر وطبعا فيه درجات وبنفس الوقت البيوت الحديثة اللي فيها عزل كامل من برة وبسلا واستهلاك فيها كتير قليل يعني للطاقة وانبعاث غاز ثاني ووسيد الكربون بتحمل المستأجر وفيه درجات بالنصف يعني ممكن مثلا 80-20-70-30-50-50 حسب وضع البيت وهدف هذا القانون هو تشجيع أصحاب البيوت المؤجرين على تصليح بيوتهم لتصبح يعني أكثر قدرة على العزل مشان التدفئة مشان نخفف من استهلاك الطاقة ونحمي البيئة بشكل أكبر وتشجيعهم على مثلا تغيير الشبابيك القديمة أو عزل البيت من برة فكل هل يعني لحتى يصير يعني العواضمة المؤجر يدفع كمية زائدة أو فلوس زائدة عن تأجير البيت وانبعاث غاز ثاني ووسيد الكربون فبتصير بالنسبة له يعني التبديل الشبابيك ربما يعني حتى أرخص أو عزل البيت من الخارج ربما أرخص على المدى الطويل فالهدف هو تخفيف انبعاث غاز ثاني ووسيد الكربون تخفيف الهبأ عن المستأجرين وتشجيع أصحاب البيوت على تصليح وتجديد بيوتهم أتمنى أكون شرحت هيك القانون بشكل كامل طبعا القانون لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان الألماني عليه مبدئيا الحكومة الألمانية هي التي أصدرت هذا القانون وشرحه طبعا وزير الاقتصاد أيضا غوبات حابك ننتقل لأن الموضوع التالي في ألمانيا منذ البارحة توجد مشكلة بالدفع بالكروت دفع بالأي تسي كاتا أو الكديد كاتا يعني نحن لما نروح نشتري حاجياتنا منعرف أنه مندفع يعني في العديد يعني أحيان مو بس يعني كاش يعني انبع وأحيان ندفع بالكرت فكان في مشاكل في السوفتوير يعني والتيرمينالز اللي بتشغل يعني هالمنصة الواسعة فصار في يعني بعض المشاكل في الدفع بالكروت في العديد من المحلات بشكل رئيسي في محلات الألدي والإديكا والنيتو والروسمان اليوم المشاكل كمان لا تزال مستمرة ولكن بنسبة أقل من البارحة جاري العمل على إصلاح العطال وتجديد السوفتوير وتغييرها يعني البرامج اللي بتشغل يعني هالأشياء فمن المتوقع يعني أنه يتم العمل على إصلاحها يعني في أسرع وقت ممكن لليوم الثاني على التوالي في مشاكل بالدفع اليوم بنسبة أقل وغدا طبعا يعني باتي بار أنه كمان خيستيهم الفات يعني الناس تشتري بشكل أقل فاستعمال البطاقات يعني رح يكون أقل بكثير يعني ونتمنى أنه الأسبوع القادم تنحل هالمشكلة بشكل نهائي العديد من الناس يعني بتدفع فقط بالكرت يعني فيه ناس ما بتدفع بار أو ما معها مثلا أحيان أو ممكن حين تطلع الفاتورة أعلى مما تتوقع أنت فبتطر تدفع بالكرت فكان في مشاكل في الدفع بهاليومين ننتقل إلى الموضوع التالي ألمانيا ترسل سفينة حربية هي الفرقاطة ميكلنبوك فوبامان التي انطلقت من مينائها في فيلهمسحافن باتجاه بحر الشمال وبحر البلطيق لحماية الجناح الشمالي حلف شمال الأطلسي في إطار قوات التدخل السريع الفرقاطة ميكلنبوك فوبامان سفينة عسكرية حربية متطورة جدا طولها 140 متر تحمل علامتنا أيضا حوامتين وأيضا الجنود الموجودين علامتنا هنين 220 جندي أيضا وذلك في إطار حماية أيضا القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي خاصة الجناح الشمالي له في إطار قوات التدخل السريع طبعا هاي الفرقاطة تم إجراء عمليات إصلاح وصيان لها في فترة الأخيرة والآن انطلقت في مهمة عسكرية بحرية أيضا من ميناء يعني وانضمام إلى قوات حلف شمال الأطلسي المنتشرة في هذه المناطق خاصة في الفترة الأخيرة منعرف أن يتم إرسال القوات البرية والبحرية إلى شرق أوروبا يعني أيضا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ننتقل الآن للموضوع التالي وزير الصحة الألماني سيد كال لوتباخ بدأ بتحضير الخطط للخريف القادم في حال صار في موجة جديدة لوباء كورونا يعني مرة أخرى في هالجائحة فالتحضيرات جارية أيضا من قبل وزير الصحة ووزارة الصحة ومن هذه التحضيرات أيضا ربما إعادة فرض الكمامة في بعض الأماكن نعرف أنه تم إلغاء الكمامة في العديد من الأماكن يعني في التسوق بشكل خاص إلغاء العديد من قواعد فتم إلغاء معظم الإجراءات يعني نعرف يعني وخاصة موضوع الكمامة ولكن في فترة الخريف قد نشهد مرة أخرى موجة يعني خامسة أو سادسة يعني ما عد واضح التسمية كمان بالضبط ولكن يعني في إطار التحضير لموجة محتملة طبعا الحكومة الألمانية لازم تكون جاهزة يكون عندها خطط مسبقة في حال جاية تزدادة عدد الحالات في ألمانيا فممكن مرة أخرى أنه يتم إعادة فرض الكمامات في أماكن معينة لذلك عم يتم وضع الخطط طبعا حسب نعرف الإنسيدنس الأحيان والأماكن حاليا بنعرف أنه القانون المعمول به يعني والإجراءات المعمول بها مستمرة حتى 23 تسعة وقبل هذا التاريخ يجب إما تنديد الإجراءات أو تجديدة أو تغييرها فبناء على ذلك عم يتم تحضير يعني أيضا موضوع ربما حتى إعادة فرض الكمامة يعني تحضير الخطط يعني على الأقل نظريا ونتمنى أنه ما نشهد يعني موجة كبيرة أخرى في فصل الخريف وأيضا فيما يتعلق بالتطعيم سيتم التحضير التطعيم لمرة أخرى للفيروس الأصلي يعني اللي ظهر لأول مرة وأيضا ضد أوميكرون اللي متوقع أنه يصدر أيضا من شركة بايونتك بشكل خاص والشركات الأخرى طبعا وأيضا يعني كومبي إنفون كمان يعني لقاح ربما مزدوج يعني بيحمي من كل الطفارات المعروفة لحد الآن فالتحضيرات جارية وقال الوزير أنه من الأفضل تحضير وشراء لا أكشف سرا إذا قلت أنه التحضير أيضا وشراء مرة أخرى التطعيم يعني أيضا ضد هذا الوباء وتخزينه يعني من باب الاحتياط وقد نقوم برميه لاحقا إذا ما استعملناه أو ما استعملناه بشكل كافي ولكن الأفضل هو أخذ الاحتياط والتحضيرات بدل من أنه يلام وزير الصحة مثلا لاحقا أنه ما اشترى كمية كافية أو ما عنده خطط جاهزة في حال شاهدنا موجة جديدة في فصل الخريف ننتقل إلى الموضوع التالي حادثة تهز المشاعر الإنسانية في كل ألمانيا واهتمام كبير من قبل الإعلام الألماني بهذا الموضوع وهو رمي طفل حديث للولادة في حاوية للقمامة في مدينة هنوفا ميسبوك تحديدا منطقة ميسبوك عاصمة مقاطعة نيدا زاكسن هنوفا فتم رمي طفل حديث للولادة في القمامة وطبعا وجدته الشرطة يعني وعب تحقق الآن وإن كان بشكل غير مباشر ورسمي لحد الآن مع الأم والأب تفاصيل الحادثة أنه أم عمره 27 سنة والأب عمره 22 سنة على ما يبدو أنه ولد طفل حديث للولادة فقاموا بيرميه في القمامة وبعدها قامت الأم بالاتصال بالشرطة والإخبار عن ذلك طبعا الشرطة توجه إلى هناك وجابوا الطفل يعني طبعا طفل متوفي يعني حديث للولادة رضيع فقاموا أيضا الآن بتحليل يعني الجسة أيضا لمعرفة الأسباب أو إذا كان متوفي لحظة إلقاء ولا لا ولا توفي بعد الولادة مباشرة طبعا كلها التحقيقات الآن جارية وعب يتم التحقيق أيضا طبعا مع الأم ومع أب هذا الطفل يعني وذكرنا عمره لم يتم ذكر الطفل إذا كان بنت أو صبي أو معلومات أدق عن ذلك ولكن يعني حادثة تهز المشاعر الإنساني وخاصة في هالأوقات يعني اليوم عيد الأب يعني بنعرف في ألمانيا وكل عام وأنتم جميعا بخير الأباء يعني في ألمانيا فيعني حادثة في هذا يوم يعني في هكذا يوم يعني في الحياة عب تهز المشاعر الإنساني طبعا الحادثة كانت اليوم السلساء مساء يعني تم إيجاد هذا الطفل في حاوية للقمام طبعا تحقيقات جارية مستمرة لم يتم إلقاء القبض على الأم والأب يعني مثلا ووضعهم في سجن ولكن التحقيق معهم بشكل غير رسميا يعني على الأقل جاري لحد الآن حيكم نكون عملنا جولة واسعة أتمنى أن نفتكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته